إن ليست كذلك يعني أن شخصا لو أنكر الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الإيمان بها كمال الإيمان ولكن إنكارها لا يخرج عن مدرسة أهل البيت لو أن شخصا قال لم تثبت عندي الولاية التكوينية التي ثبتت لعيسى لم تثبت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فهل هو خارج عن مدرسة أهل البيت الجواب كلا لو أن شخصا جاء وقال أني لا أؤمن أنهم يعلمون الغيب فهل يخرج عن الإيمان وعن مدرسة أهل البيت وعن التشيع الاثني عشري أو لا يخرج الجواب لا يخرج كم من علماء الإمامية لا أريد أن أذكر الأسماء حتى من المعاصرين كبار ينكرون أن الأئمة سلام الله عليهم يعلمون الغيب لو أنكر الشخصا الولاية التشريعية وولاية التشريع لأئمة أهل البيت هل يشرعون أو لا يشرعون جمل من الأكابر من المعاصرين ولعله المشهور أنهم ماذا لا يشرعون وإنما ينقلون تشريعات رسول الله صلى الله عليه وآله فهل يخرج عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرج لا يخرج لو أنكر شخصا أن الإمام الحجة ليس هو واسطة الفيض بين الله وبين خلقه الآن اعتقاد قائم أن الإمام الحجة هو الواسطة واسطة الفيض بين الله وبين خلقه لو أن شخصا أنكر هذا هل يخرج عن التشيع أو لا يخرج لا يخرج عن التشيع وهكذا وهكذا لو أنكر شخص علم الأئمة بالموضوعات وكم من أعلامهم ينكرون علم الأئمة بالموضوعات من المعاصرين أعزائي هذا يخرج عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرج عن لا يخرج إذن أعزائي نحن إنما اقتصرنا على هذه المسائل الأربع باعتبار أن العقل الشيعي العام يرى أن إنكار أي واحدة من هذه المسائل يخرجه ماذا؟ يخرجه عن مدرسة أهل البيت لماذا؟ لأن الأعلام يعتقدون أن هذه الأركان الأربع من ضروريات المذهب المسألة الأولى أن نص على الخلافة السياسية لرسول الله أمير المؤمنين بعد رسول الله بلا فصل فلو أن شخصا قال أن حديث الغدير وباقي الأحاديث لا تدل على الإمام السياسي بعد رسول الله يقولون خرج عن المذهب لأن هذه ضرورة ماذا؟ ضرورة مذهبية لو أنكر عصمة الأئمة يقولون خرج عن المذهب لأن العصمة ضرورة ماذا؟ مذهبية لو أنكر واحدا من الأئمة الاثنى عشر بالتسلسل وبالأسماء المعروفة عندنا أيضا يقولون من أنكر واحدا منهم فقد أنكرهم ماذا؟ جميعا خرج عن المذهب وعن مدرسة أهل البيت لو أنكر حياة الثاني عشر منهم أيضا لخرج ولهذا نحن عندما وضعنا يدنا على هذه المسائل لأن المدعاء أن هناك ضرورة مذهبية على هذه المسائل الأربع أما باقي مسائل الإمامة فهي ماذا؟ فهي من المسائل النظرية الاجتهادية التي قد يختلف وقد يتفق فيها العلماء وقد يختلفون